محطة مهمة جداً في مصر دولة التلاوة هذا العام هي محطة فضيلة القارئ الشيخ عبد الباصد عبد الصمد يقال بأنه البوابة لكل من يريد أن يستمع للقرآن الكريم بخشوع لابد أن يدخل من بوابة عبد الباصد عبد الصمد هل تتطفق مع هذا الطرح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه عليه الصلاة والسلام عبد الباصد عبد الصمد ركن من أركان القراءة المصرية وكان تمليه يسموه صوت مكة صحيح لأنه أتيح له أن يقرأ في الحرم المكي وكان المرحوم الملك فيصل رحمه الله تعالى يحبه وكلما ورد إلى السعودية لازم يصدروا إلى القراءة ويستمع إلى قراءته عبد البسط عبد الصمد أيقونة للقراء في هذا العصر عبد البسط عبد الصمد كسر الصورة النمطية للقارج وخرج عنها لأن صوته الحقيقة تحس بشيء غريب وكأنه فعلا 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 صوت السماء هو من أرماند في الصيد لكن لما جه مصر التحق بالإزاعة المصرية سنة 51 51 دي معناتها إيه الشيخ رفعت مات وكان قابليها كمان بثمان سنين ولا بتاع ممتنع عن المرض بتاع حنجرت بس كان بقى كان فيه الشيخ مصطفى إسماعيل كان فيه الشيخ مصطفى إسماعيل وكان فيه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وكان فيه الشعيشع مصبوط ولكن مشتقين عطشانين عطشانين فراح طالع ده فاكر لما قلنا فيه الشيخ محمد رفعت أنه هم راحوا هددوا الراجل فيركسون اللي هو كان مسك الإزاعة المصرية قالوا له هنكسر الرديوهات بتاعتنا مضوط اهو حصل حاجة زي كده بس بالعكس مع الشيخ عبد المصط راحوا اشتروا الرداوي اللي غاية الرداوي ما غيلت مضوط يعني الرداوي فارتفعت أسعارها ليه احنا عندنا نظرية في الاقتصاد يقولك العرض والطلب فهدام فيه طلب شديد وسحب شديد وميرتفع شوية ايه السنة السنة دي اللي دخل فيها ابتدت الناس تسمع الإزاعة الإزاعة برضو بتعمل شوية إعلانات بتاعها لشان تجيب لها شوية فلوس دي الصيانة والحاجات دي هي هم الدخل بتاع الإزاعة زاد من الشيخ عبد البسط عبد الصمت عشان كده كان شعباوي بيوصف بأنه هو قارئ شعباوي عموم الناس وليس للمتخصصين أو الخاص أي ولا إن هو فلتة في هذا المعنى وفي هذا المقام طب كون إن حتى الآن أي حد لما إيده كده يدور وعايز يسمع تلاوة أو قراءة القرآن الكريم أول حاجة معظم الناس على طول يدور على الشيخ عبد الباصط في أي مناسبة يدور على شريط الشيخ عبد الباصط أو يوصل فلاشة فيها الشيخ عبد الباصط عبد الصمت بيات له القرآن إزاي إدري يستمر طول الفترة دي وبعد رحيله بعقود محافظة على المكانة دي كان كثير من الناجحين يقولولهم ده أنت نجحت وكسرت الدنيا فيقولولهم نجحنا بعد وفاتنا بعد الوفاة آه عهودا ليحكم بقى آه النجاح أبو دعاية ده أبو جان ده أو تأثير وعلاقات وتأثير وعلاقات وشغل وناس تدفع ناس وناس بالجامل ونصانع النجوم وهكذا ماشي الكلام ده وهو عايش ماشي لكن فين النجاح الحقيقي صح لما يرحل يبقى لو بقي الإنسان من دول ناجحا بعد وفاته يبقى ده نجح 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 إيه حقيقي ما هواش نجاح مؤقت على فكرة النجاح بتاع العايش مش مزيف لكنه مؤقت فالشيخ عبد الباصط عبد الصمم استمر ناجحا وعلى فكرة دي برضو مزية يعني لكثير من القراء المصريين أن الناس منسيتهمش برضو الشيخ مصطفى اسماعيل مزالة كذلك الشيخ رفعت مزالة كذلك الشيخ محمود خليل الحصري مزالة كذلك ومش هنعدد لأنه طبعا كل يوم هنقول ناس كتير طبعا لكن الحقيقة أن الشيخ عبد الباصط عبد الصمم تمييزة يعني هو مميز مميز سهولة الأداء قوة الصوت طول النفس وكمان الهدى بقى اللي جاب جواب الجواب اه اعلى حاجة اعلى حاجة قمة القمة